ضمن اهتمامات الصحف العربية كتبت من مصر صحيفة المصر اليوم أن تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى الذي ألقى بلاله على احتفالات عيد الميلاد حول العالم وللعام الثاني على التوالي أدى إلى ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وإلى اضطرابات في الصفر حيث تم إلغاء أكثر من ستة آلاف رحلة جوية حول العالم نهاية الأسبوع ومن قدر تناولت صحيفة الوطن الملف الليبي حيث كتبت في مقال رأي بعنوان الانتخابات الليبية وتغليب المصلحة الوطنية أن المجتمع الدولي عاش خيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية والتي كان مقرراً إجراؤها يوم الرابع والعشرين من دجمبر الحالي بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا في ليبيا تأجيلها لمدة شهر كامل أما من السعودية فكتبت صحيفة البلاد في افتتاحية بعنوان أدلة ضامغة أنه في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية بالأرقام والشواهد كشف تحالف دعم الشرعية الأدلة التوبوتية القاطعة التي تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في جرائم القتل والتدمير داخل اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة